السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناة جديد هوم بروجيات داري اليوم ان شاء الله واحد لفيديو سباسيال في غاية من خاصة بالنسبة لي حيش وجدت فيها بزفت المشاكيل وكنت مجبرة انني نتعلم بزفت المعلومات على التراسج ديال الدروج والقياس والحساب ديال الدروج وان شاء الله غنبارتاجي معكم قاعدوا كل المعلومات اللي انا تعلمتهم ودرك فيهم جهود خاص غنأتاكم العاصير ديالهم يعني الخلاصة باش تستفدوا منهم غادي نأتاكم الاوامل اللي كتتحكم في ان القياس ديال الدرجة وغادي نأتاكم كذلك فاشتراسيهم وغنأتاكم كذلك المشاكل والحويز الخيبين في الدروج اللي خاصكم تجنبوهم وكان وعدكم اللي هاد الفيديو ان شاء الله غادي يستفد منها وقع الفئات يعني سواء الحيرفيين اللي مهتمين بالحساب ديال الدروج سواء الناس اللي كيبنيوا ديورهم وما بغوش الدروج يخرجوا عندهم مواقفين قاسحين خيبين صغار هما غادي يستفدوا غادي يستفد اي واحد عنده يعني مشكل في الدروج بغايا عاودي يصلحهم ولا بغايا عاودي يدير فيهم شي تغيير غادي يستفد معنا في هاد الفيديو بقى وتلخر ويلستفدوا انا شرط يعني لستفدوا كدملتوا الفيديو تلخر ما تنسوناش انكم تديروا ابوني وتديروا جامل هاد الفيديو باش يوصل اكبر عدد ديول الناس وان شاء الله تطلعوا على الفيديوهات الاخرين راكين الافادة في هاد لاشين محتوى متعوب عليه قيم يعني خلاصة ديال تجربة بغيت نشاركها معاكم باش مطلحوش في نفس المشاكين فباش كل شي يستفد وتعمل فائدة هاد الفيديو ان شاء الله غيكون البروغرام ديالو بحال هاكا اول حاجة غنعرفو المصطلحات اللي عنده علاقة بالدروج ثاني حاجة غنتعرفوه للقانون اولا للوات ديبلون ديال قانون ستين اللي كيخلي ان الدروج يكونوا مريحين واخر حاجة غدي نرسموه مع بدياتنا واحد الحالة ديال دروج يعني وخل مسافة ولا كاش ديسكالي صغيرة اللي بتديل دروج صغير ما الدروج يخرجوا عندنا مريحين وهاد شي نقدر نديرو لكم في هاد الفيديو ونقدر نقسمو الى ثلاثة المراحيل على حساب وش غيخرج ديالفيديو طويل او لا اه لا اه ولكن قبل من هاد شي كامل فانا بغيش من نسبة للناس يالله كيبنيو اتنسيان ثم اتنسيان مع الارشيتكت راح ماشي كنبالغ ولا كنزيد فيه مير على قلوب بغير كيرسمو يعني غيكيحطو الشكل ديالدروج في البلان راح ماشي حقيقي باتاتا والمشكل انه كيتدرق لي البلان ديالالحديد يعني كيتحدو لي السواري وكتبق انتواحل مع البناي طبعا الحالة كنتي متبق لخدمة اما إلا ما كنتي متبق والو ما فاهم والو فغتتضم في الاخر ان الدروج حالتهم واقفين ومموريحين شو عاليين او للاعفطة صغورة وغادي مغايش بك الحال والبناي طبيعي الحال ما غاديش يسدع راسو بزيف فغايقولك ان هذا البلان اللي عندي راني يطبقتو فمنسبة لي انا مثلا كنت عارفة وكنقول لها القيحل راح ممكنش هاد الشي راح ممكنش هاد الشي راح ممكنش الدروج يخرجو عندي بحالكا حالتهم وكن عايطلق شيتكش كنت قوليها وش هاد البلان راح تش فاليدا وهاد الشي واد الدروج وش عطياني 16 درجة باش نطلع انا 300 وربين كي غادي للاعرامي ممكنش وكش قولي يا اه لا البنت اللي ما اعيه في البيرو دارت دكشي وانا ما راقبتش موراها عرفشي ان كاستات ان فغاي كاستات يعني راح يكون دكشي مفاليدي يعني مفاليدي مفاليدي الوكالة الحضارية والجماعة وكل شي راح تش غير مرسوم غير حقيقي وفي هاد البوان بالضبط يعني ديال الدروج فين كيبال بخوفيسيوناليزم لا ديال لارشي تكت ولا ديال البناي انا طبعية الحرة ما كان اممش راكينين ديار لارشي تكت وبنايا مزيانين لا يعمرها كيتقنوا العمل ديال وكان بطبيعة الحال اللي لا بحال قاع الحيرف وقاع الخدمات فكي ما كيقولوا يعني المعلمين بزا فرح هادك البناي اللي كيطيح الدروج مزيان ينهبار كل درجة اخت الدرجة اللي تابقاها هادك والبناي اللي مزيان شابوبا وبطبيعة الحال من اللي كتوقع في هذه المشكلة لا لغشي تكتلل البناي ما كيعطوك الحل فانتك تضطر انك بوحدك تعلم يعني لطة فورماسيون تعلم بز منك مش غتلقى الحل والحمد لله بدا الحمد لله اللي لقيت لهم الحل أقل ضرار يعني خرج بأقل ضرار يعني بلما نزيد نطول عليكم أصلا طولت فإلا نتخذ يكسجون بالزاب راح ضروري تقلموا الدرج السنين سينتقاني والمدة كلها اللي انتم مساكني في هذه الدار وخصوصا إذا كان الدر يعني مونا فاميليا لقد تطلع وكتبط عندك البيوت ناس الفوق والكوزين اللي تحت الصالون في معرض لا يوجد ضروري خاصتك تقعد الدرج وسيقف الامسين وغشتبط تطلع ها ستسالي معكم وما ستقدر تصبر على الدار نبدأ على بركتي لا ونبدأ بأول حاجة هي المصطلحات يعني خاصتك تكون عارف ماذا هم الدرج منش كي تكون والمكونات ديلها الدرج كما كيباليكم هنا في الصورة كير عندنا هذا العفطة هاي اللي كيسموها الجيرون كيقولوا ليه الجيرون هو البلاسة العفطة فين كان حطو فين كان حطو رجلينا وقد عندنا هذا هو القونتر مارش أو للعلو ديال الدرجة هذا هذا نباليكم دابه هو للعلو ديال الدرجة هذا اللي كيتسمى القونتر مارش أو للعلو ديال الدرجة رقم معي مزيان بنسبة للخطوة فهي اللي غدي نطلع بها من هذا الدرجة يعني من هذا القنط ديال الدرجة بتال القنط ديال الدرجة الاخرى هادي كتسمى الخطوة وهذا الخطوة مهيمة بزاف حيث هي اللي غا تحدد لي وش من اللي غا نهزر لي باش نمشي من درجة لدرجة غا تكون سهلة او لا غا تكون صعيبة ايدي وبطبيعة الحال العنصر اللي مهيم بزاف هو العلوء يعني العلوء بين الطبقة والطبقة يعني العلو اللي عندي بين هاد الضالة والضالة اللي تابعها واش عندي ثلاثة متروا في العلو واش عندي جوج متر وثمانين جوج متر وتسعين شحال عندي في العلو ديال الدار هذا اللي كتشوفه معي دابو حد الرسم توضيحي كيبيلق انه قدمت والديك المسافة اللي غادي ندير في هاد الدرج قدمت درج كيكونوا مريحين والزاوية ديالهم باش ميلين على الارض كتكون اقل يعني مثلا هنا هاد الدرجة هادو اللي فيهم 25 درجة يعني هاد الزاوية في 25 شوفوش حلش الدولينا ديال الطول خداولينا من الارض بزاف ماي غا يكونوا جد مريحين بالنسبة لهادو 35 او خداولينا الزاوية 35 اخداولينا 4.3 متروا بالنسبة لهادو اللي كيجيوا بحل واقفين هما 45 درجة كيجيوا شوية غير مريحين في الطلعة ديالهم فهم اخداولينا غير 3 متر يعني هذا الرسم كيبيل لك العلاقة بين هذيك المسافة اللي كيياخدوا لنا الدرج والزاوية ديالهم قدش كيكونوا مريحين اهنا بطبيعة الحرة العلو بين الطاج والطاج 3 متروا فيكس يعني لابغيت ما غنقش العلو غنقش غير المسافة باش غادي ندخل في الدار يعني الطول ديال البيت ديال الطروج لكاش ديسكالي فهنا هادو كيكونوا مريحين هادو شوية هادو كيكونوا غير مريحين ولكن بطبيعة الحال هادو راخداولينا مسافة كبيرة وهادو خداولينا غير مسافة صغيرة في الدار يعني راه ديما كيما كنقولوا الاولويات انشوف انا وش عندي المسافة في اللعب اول ما عنديش المسافة في اللعب ومجبرون اخاك الابطال خاصو يدير هادي كانت مناش كونوش تديشوا معيادة بالمصطلحات باش ندوزوا القائدة ديال الالوادو بلندين اللي كتخلي انا الدرج يكونوا عنا مريحين يعني الافطى اولا لامارش ولا الجيران عندنا الكونتر مارش اولا لغوتر ديال الدرجة لودي الدرجة عندنا الخطوة يعني بش كان طلع من درجة الډado عندي لعلو ديال طابق يعني من الطالة ليالطالة اش حالة عندي ليالاللو وعندي بطبيعة الحال بش حال كندخول انا في الدار بش حال بيقيتندخول فالدار بالنسبة للوالوادو بلندين يعني واحد القانون كان في نьютاته المائمارية هو اللي كيحكم ليه انه وش الدروج مريحين ولا غير مريحين هاد القانون شنو كيقول تيقول لك انه جوج في العلو ديال الدرجة زائد العفطة يعني الجيرا واحد خاص يكون هاد العبار من اللي نحسبو خاص يكون بين 60 و 64 فهناي لكان عني هاد العبار بين 60 و 64 فانقدر نقول انه الدروج مريحين ولكن مداخش فادلا ماخش يعني قل بزداف ولاكتر بزداف فالدروج كيكونو غير مريحين وهنا غندير معاكم واحد تطبيق باش نفهمو ليش الناس كيقولوا بالدروج اللي فيهم 15 في العلو و 30 في العفطة هما اكثر دروج مريحين فمثلا إلا اختارين احنا هاد الدروج اللي اكثر راحة فيهم 15 في العلو 15 سنتيم باش عالية الدرجة الوقفة ديالها باش وقفة الدرجة على 30 في العفطة يعني ونطبقوا على هاد القاعدة غندربوا هاد 15 لعلو ديال الدرجة غندربوها في جوج وغنزيدوا اليها الجيرا ولا الافطة اللي هي 30 15 في جوج 30 زائد 30 هي 60 60 هي المينيموم هيا هدي في القانون ديال البلاندير هي المينيموم هاد شيء لاش كيكونوا هاد الدروج ديال 15 في العلو و 30 في العفطة اكثر دروج مريحين كيجيوا جد مريحين ولكن كيف مما كان قولوا را كي ياخذوا لي لمسافة في الدار يعني اللي عنده بقعة صغيرة فهذا الدروج خاصوا يضرب لهم الحساب ويعرف انهم غي ياخذوا ليه مسافة في الدار ولكن طبيعة الحالي اللي بغيت ندير قياس اكبر يعني انقدر نوصل لها شرها ديال 64 وكيبقوا كونفوق طابل وكيطلع ليه ان ذاك البيت ديال الدروج غي يخرج ليه مسافة دياله صغيرة فهذا الحالة وهي اللي طبقت انا بالضبط انني درت في العلو ديال الدرجة درت 18 و 18 را كيبقى دائما مريحة احنا في المغرب اغلبية الحريفية كيختاروا 17-18 بطبيعة الحال من غير الفيلات والمسافات اللي كيكونوا كبار الدرجة اللي كيكونوا كبار كيكون قل فانا خديت العلو ديال الدرجة 18 ضربتها في جوج يعني زدت عليها ان العفطة ما نديرش فيها 30 طبيعة الحال غندير فيها غير 27 كنت نقدر ندير فيها 28 وشبقى ليه مريحة طبيعة الحال مهما انا محكومة يعني لكاش ديالي جدار فالعبار اللي اعطاني هو 27 دونك هالثمنتات مني ضربتها في جوج اعطاتني هي تلاتة وستين يعني باقى في هذيك الامارج ديال باقي ان الدرج غيجي وعندي كونفورطابل كانت مني تكونوا فهمتوا هذ العلاقة ديال بلونديل حيث بيها باش غدين نزيدوا نحسبوا نعطاكم ديكاد فيجور حالات ديال الدرج وكيفاش تعرف انت تحسب الدرج الراسك إلا ما فهمتش وقف الفيديو وعاود رجع مني نبدينا هذي الواد بلونديل باش تشدها مزيان وتعرف ان الدرجة انتكوش غيخرجوا مريحين ولا ما غيخرجوش مريحين قبل ما نبدأوا انتعلموا الحساب ديال الدرج فكيني نجوش للقواعيد والاجوش ديال لك خيطة مهم من في الدرج خاسكم تعرفوهم ان في القانون ديال الدرج يعني باش يكونوا الدرج مزيانين خاس تكون عندي لعفطة بين خمسة وعشرين سنتيم تلتين وثلاثين سنتيم يعني ما تكونش قل وما تكونش كتر بالنسبة للعلو ديال الدرجة فخاسوا يكون بين خمستاش وعشرين باش تكون الطلعة ديالهم مريحة يعني هنا لعفطة باش نبني نكون حقا نحط رجلي كتكون نكت تحط الرجل يعني كاملة وبالنسبة للعلو باش مني نكون نهز رجلين نطلع على الدرجة الخورة متعبنيش بزيف خصوصا بالنسبة للوليدات الصغار او للناس الكبار خاسها تكون بين خمستاش وعشرين وفي المغرب اغلبية الحريفية كما سبق قلت لكم كيزدو بين سبعتاش وثمانتاش بالنسبة الموبلات او البلايس اللي ما فيهمش لمساحة كبيرة بالنسبة للفيلات والبلايس ديور اللي كبار فكيزدو خمستاش كتجيهم مريحة وخاكت تاخد مسافة اكبر في الحساب ديال الدرج اول معتاك نكونو فيك سيناه يعني حطيناه هو العلو ديال الطابق يعني بين طالة وطالة شحالة عندي ديال العلو الحالة هنا غدين نديرو لها المثال مثلا عندي العلو ديال الطابق فيه ثلاثة مترو فيه ثلاثة مترو انا مبغيتش هاد الدار يعني تاخد لي داكلاقاش ديسكالي مبغيش تاخد لي مسافة كبيرة فانا غنختار الدرجة فيها سبعتاش ولا ثمنتاش نعطي لك زمت مثلا نخليش فيها ثمنتاش فانا غنشتها ثلاثة مترو وغنقسمها على ثمنتاش غدي تعطيني كتعطيني 16.67 وفي هذه الحالة في طبيعة الحالة نميم كشكو تكون عندي 16.67 درجة خصني رقم صحيح طبيعي كان ماجوري يعني إلا كانت عندي فيتا ونص 16 ونص فيتاها كندير 17 كانت عندي قل من من خمسة في الفاصلة مورا العادد فانا كان ميناوري يعني كندير أقرب عادد هنا في هذا لوكاديالي غنضير 17 دبيلش ديتوا معايا رحنا في الأول ما جورينا باش عرفنا أن خصانة 17 درجة دبيلش نعود الحساب غنضيروا 17 درجة لعلو ديالها 18 يعني 17 18 ما حال غتعطينا غتعطينا 306 يعني أنا ولت زايدة عندي 1.6 هذك هذك شي ما جوريش ولا زايدة عندي 1.6 سنتيم هنبزاف المعلمين كديروا هذك غلط واخذكم تردو معاو من البال أنهم لا يعودوا يحسبوا الحساب الدرجة بالضبط يعني بالفاصلة اه 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 كديروا 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 الدرجة الأولانية أو الدرجة الأخرانية زايدة بها 10 سنتيم وهذه 10 سنتيم بسيارة خام أو لكي يفرق هذه كديرها في الأخرانية وفي الأولانية أحسن حاجة في الدرجة هو أنه يجي قياس 1 يعني هنا 65 سنتيم طوية الحال دمام لقد تعرفنا على العدد الدرجة والأولو ديال كل درجة كي يبقى لنا خسنا لا مغش أو للعفطة هذه العفطة يعني لما كانت محكم أنا من الأول يعني هذه العملية التي كنت قبل ما تحدد المسافة لبيت ديال الدرجة فأنا كنت اختار واحد الرقم لي وعي كي بل يكون مريح وكن نطبق عليه هذه القاعدة اللواء ديال ديال درجة 18 وباغي العفطة كبيرة غندير لها مثلا 30 فأنا كنت هذا الرقم اللي اختار عشوائيا وكن نطبق عليه هذه القاعدة وكن نشوف وش داخل ولا ما داخل إلا كان داخل تبارك الله راد رج غا نطلع في مرتاح إلا ما كان داخل نختار واحد رقم آخر اللي غا داخل بين 60 و 64 ديال هذيك العلاقة باش يخرج ليا درج مزيان اما إلا كان دايج علاق دي سكال يم ديور يعني دايج محتوطة فرما ان كيكون عندي صراحة الله بزاف الاختيارات كنكون غا نختار لأفطة وغا نختار شكل ديال الدروج اللي غا ديوار مني باش نطلع من هذيك الطبقة لذيك الطبقة فهذيك المسافة اللي أنا محكمالية واحد الحاجة اخذكم سعرفوه ان را قدم كثرت الشعريات قدم ديك لاكاش ديسكالي كتقل الشعريات هما دولي نوريكم داب أنا في الفيديو هذو هما الشعريات هذو را قد مكتر منهم قد ملاكاش ديسكالي كتجي قل يعني المسافة اللي كياخذو دار صغيرة ولكن را كيكونوا ريس كشوية وماشي موريحم طبع الحال بحال مني كيكون عندي باليدروبو هذيك المنطقة فين كان سارح يعني كيكون عندي واحد موربع فين غن نوقف السارح كيخدمو بيوم فمسلا في الكاغش اللي ساكن فيه كان بوقاع فيهم 48 متر يعني 48 متر إلا جيش سيطبق دروج فيهم البالي ديسكالي وفيهم 15 إلى 30 في الأفضاء وما يبقى بيت وشي حاجة ميمكن ضروري الدروج ما سيكون فيهم الشعريات باش يبقى شي حاجة غسط الدار يعني باش يبقى كيف خرجوا الدروج سواء بلبالي ديسكالي يعني دوك المنطقة دي السراحة أو لبش شعريات فخصكم تعرفون في الحالة بجوز أنني أنا اللي غن اختار لكاج ديسكالي يج حال يكون في العفار والحالة الثانية أن لكاج ديسكالي عندي موجودة وانا خصني نطلق الدروج يعني خصني ندير إلا نختار الشكل الدروج اللي بغيت فمثلا نختار هذا لضايار أو نختار هذا لطالع نيشان أو نختار هذا مثلا اللي في هاد الشعريات كما قلت لكم كين ايد دات أنواع واشكال الدروج أنا جبت لكم هذا المثال مثلا هذا اللي مرباء وفي ثلاثة الشعريات في كل دورة أو لهذا اللي حساب اللي بغيت نكون داجا حاس بش حال من درجة خاصة يعني بحساب لدينا 17 درجة باش نطلع من طابق لطابق في 300 دي اللو ف نختار لي الشكل اللي بغيت وفي الشكل اللي بغيت حساب سهل وبسيط جدا غن ناخد واحد رقم عشوائيا واحد رقم كيف اللي أنا مزيان وغن نفيري فيه او غادي نشوف واش داخل اللي في النطاق دي اللو دو بلون دي بين 60 و 64 كان داخل عندي مزيان فأنا غن نحسب درجة بدرجة بدرجة يعني كل درجة كنرسم ها مثلا ناخدي القياس دي 28 فأنا 28 إلى 28 إلى 28 إلى 28 كل درجة فهي 28 كنشوف شوش الناس يعني حساب العبار اللي اختاري شوش سندخل به في الدع وانا الحساب يعني نظن واضح إلا كان شحد ما ثهم هذا القضية خلي لي في كومنتر را نعود ندلي فيديو صغير بالضبط نرسم ليه بالضبط عش نقدر يدير الحالة الثانية وهي اللي مهمة عندنا ولي كتكون شوية فيها صعوبة يعني ما نقدر ندير في ذا شي أنا اللي بغيت ولي خيلته ويكون دايجا وقالية مشكل ما ما تبق معاهم من الأول و القياس ديال الدرج اللاكاش ديسكالي عندي وحطوطة دايجا مثلا في الحالة ديالي أنا اللي غنشرح لكم دابا مثلا لاكاش ديسكالي غيبتش عارفو بالليرا وكنزيد الى العلو ديال الضال اللي هو 20 كتو اللي عندي 340 يعني باش نطلع من الطبقة للطبقة 340 هنفض البلان كما كتشوف معايا دير لي 16 درجة هل يعقل ان انا غنطلع 43 40 ب 16 درجة يعني لقسمت هذك العلو 340 قسمت على 16 فك يعطيني 21.25 يعني 1 خوايا بالمفغي رافغي مطالع بزيف يعني راعي 17 و 18 وبعد المرات الناس كتجيهم عالية محساك انها تكون 21 في الدرجة راب بزيف هنا هنحاول نشرح لكم طريقة مبسطة يعني لو قمت في هذا الحال انا لقسمت يدي جمحة طوطة وغيت انتم ما تديروا الدرجة ديالكم مثلا سوف نقوم بها الحال اللي احنا ندرس مسلا عندي 17 درجة انا حسبت العلو قسمته الى درجة حال سقيت 17 درجة وهذا هو لقش ديالي فانا سأخذ ذا القبار اللي اخذت العفطة لكي نخسار 28 سوف نتراسي فذلك البريس اللي عندي لحق نتراسي فيهم درجة سامبل عاديين نتراسي فيهم درجة سامبل عاديين منشان في الحالة ديالنا هنا يتراسي درجة يعني كل خط اللي نتراسي لكم درجة القينا باللي من اللي تراسي ان درجة سامبل اعطوني 13 درجة يعني ايش حال بقي خاصني باش نوصل لها 17 بقي نخاص لني 4 ديال درجات هذو 4 درجة هذو دورة هذو الدورة كما تشوف ديال كان وريكم داب لاش ما تراسي فيها ولو حيث هي كتكون كدور ومام تنك تطلع يعني يغن دير فالي ما كان والو يم يمكن كش نكمل ها تلح تلح ما عندي شفين غن طلع يلي ثم ضروري يغن دين دور يغن نوقف وغن طلع غير درجة كبار والمتر والاخر سوف نضيف جوج درجة كبار وهنا يربحت ربعة ديال درجة جوج ثلاثة ربعة يعني ربعة ديال درجة هذو المربع اللي خليت خاوي هنا كيف لكم برا هذكرا هو اللي منه غدي مسلا غتكون كدخول لها بغد دمو يغتدخول لها دريك تنيشان يغتكون كدخول لها من الجن ده بعد الحال اللي غن ولكم مسلا كان عندي لقى جدي صغر من هذا يعني مسلا غتنقص عندي هنا يجوج درجة غاي تنقص عندي ما شوح 30 سنتيم على العبار اللي عندي 28 سنتيم فانا غيم شوح يطير يجوج الدرجة شحل غاي ولي خاص ده بغاي ولي خاص درجة بش نكمل 1 جوج 3 4 5 6 7 8 10 11 يعني ولو خاص اني 6 درجة بش نكمل درجة 17 فانا شنو هندير هذيك الدورانيت اللي عندي الحق نطلع وننظر فيها غنكتر فيها الدرجة كما كتشوف انا كان عندي سمع قدق البالي مقسم على جوج ده بقسم الى ثلاثة فرماجة وش شعريات كما كتشوف معايا وانا سمع سعر بحس الدرجة كذلك لان كان عندي قل فانا غنو كل البالي كل دورة غنضي اربعة والاخرى غنضي اربعة ولكن يجيو قاسحين وشوية اسعب ولكن رمال يكون عندك الحل ان هو شي لك مجبر انك تدير وقضية اخرى لكن عندي الدار صغيرة وما كيللاش غنضي عراسي وغنضير فيها الدرجة مكبار بزيف انفو تكون مزيانين وكيطلعوني وما كان فيهم تشي ريسك ركي يكونوا مزيانين كنتمنا هالفيديو شكون مفيدة لكم تسافدوا منها الى ما فهمتو شي حاجة خليوها لي في الكومنتر انا حاول نعطيكم العاصر دي لديك شي اللي عرفت اما رغم المراه لكانوا شعري عندهم حساب يعني كانوا دائرين عندهم حساب ديالهم كل حاجة عند الحساب ديالها هذا كور كبير يقرؤوا الناس ديال جيني سيفير و ديال الارشي تكتور كنتمنا تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو وإلى عجبكم الفيديو بقيت سلدابة يعني خديشوا ان بارتي و سيفتوا منها ما تنسوش انكم ديروا لنا ابوني وتخليوا لنا جان باش ان شاء الله نشجعون بقوا ديما نبارتاج معاكم المعلومات اللي عرف في هاد دومان ديال البني هاد شي لي كاين مع السلامة وطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد إلا بغيشون نعطيكم او اشتركوا في القناة